لازم تقول لي حكاية القلب حكاية الكورونا حكاية الكورونا اللي عاملة لغة كبيرة جدا 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 نعرض فيه صورتين هنعرضهم ده تقرير الاتحاد الدولي بعد فترة الكورونا معدت عن أي لعيبة اللي بيجي لها مضاعفات ما بعد الكورونا هنعرض الصورة الأولانية اللعيب الأصيب في عام 21 في سنة 21 وسام أبو علي طلع بوزنة في كورونا سنة 21 الصورة اللي بعديها على طول ده يا كريم اللي بيخلي اللعيب بيتشخص ده متاخذ من تقرير الاتحاد الدولي لجنة طبية في الاتحاد الدولي اللعيبة ليه بتتشخص أنه عندها مكترون عنده مشكل في القلب وعندها مشكل في التنفس أو عندها مشكل في غيره لأن المعدلات اللي بتتحسب على وعشان ما اندخلش الناس في مصطلحات طبية يعني المعدلات اللي بتتحسب على جهاز لقياس ضربات القلب أو معدلات القلب بالمجهود وفي الرس بتعمله ده عمالة بتزيد الرسم الباني عشان ما نصدعش الناس يعني الرسم الباني عمال بيزيد وده بالنسبة ليه قدرة على التنفس ومورس السترائب بتعمله الهارت ريت او معدلات الضربات القلب او معدلات القلب عاملة ازاي بتلاقي ان الارقام كلها بتزيد طب ده المدة قد ايه ودي نقطة المهمة والشاهد في الامر كله مدة سنة اللعيبة لما قاسوا كل اللعيبة اللي جاء لهم كورونا او معظم اللعيبة جاء لهم كورونا خدوا التقرير بتاعتها من التحداتها لقوا ان اللعبة دي بتاعت تعاني نوعا ما سواء كتير اولين لمدة موسم كامل طيب هاتي السورة اللي بعدها على طول عارف انت الوقت بيجري منك ده دي المشاكل اللي الناس كلمت عليها سواء مشاكل في القلب او مشاكل في التنفس كانت في سبتمبر 21 وفبراير 22 روح للسورة اللي بعدها على طول طب نشوف بقى ما بعد الفترة دي اللعيب لعب قد ايه دي المبارات اللعيب لعبها الراجل اللعب في توتل 23 سنة 23 خمسين مباراة لعب في 23 خمسين مباراة فاكيد للعيب ما عندوش مشكلة وهو هتدفر ايه روح السورة اللي بعدها على طول السورة اللي بعدها على طول دي كل المباريات عشان ناس تتكلم دي كل المبارات اللي عبها في 22 و 23 و 20 روح السورة اللي بعدها على طول اخر مباراة هتيجا السورة اللي بعدها في المباراة روح كمان تالت سورة اخر مباراة لعبها يا كريم لا ارجع معلاش اخر مباراة لعبها كانت يوم 23 نوفمبر سجل هدفين 23 نوفمبر الجاري يعني من اقل من شهر ونص اخر مباراة لما الاهل التالي يخش معافل المفاوضات 23 نوفمبر الجاري الراجل سجل هدفين في اخر مباراة ده 30 اكتوبر اخر السورة في سورة بعدها المباراة رقم 29 الراجل لعب 29 مباراة فيما يخص فريقه الحالي